بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيبا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أهوالنا وأهينا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرواً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعمدون خبيراً بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون يقولون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتذنا لكافرين سعيراً فإنا أعتذنا لكافرين سعيراً وقال أرض يغفر لمن يشاء يشاء ويعلّب من يشاء وكان الله غفوراً رحيماً سيقول مخلفون إذا انطلقتم إلى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً قل للمخلفين من الأحراب ستدعون ستدعون إلى قوم ألي بأس شديد فإن تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل فإن تقاتلون من قبل فإن تقاتلون من قبل فإن تطيعوا وإن تحسدون من قبل فإن تحسدون من قبل تجري من تحت ذا الأنهار ومن يتغل ليعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبالعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعدد لكم هذه وكف أيديا من الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما صدق الله العظيم